ده اللي حصل الفرق بقى في الدور التاني الدور التاني لعبنا 15 ماطش كسبنا 13 ماطش تعرف صعوبة الدور التاني والنقطة فيه بتبقى في المنتهى الصعوبة يعني احنا الفرقة الوحيدة الحمد لله في الثلاث مجموعات اللي احنا مجمعين 40 بنته في الدور التاني الحمد لله فضل الله اقوى هجوم في الثلاث مجموعات جايبين 54 هدف اكتر فرقة حققت فوز مع لفينا 21 فوز الحمد لله كل الحاجات دي فرقت معنا في الدور التاني اول ما حصل بس التجميع اللي احنا محتاجين امتى حسيت ان الامور ممكن تهرب في الموسم يعني قلت ايه شكلها بتكر بقى اللي هو انا احنا كنا بدقين حلو او بدقين قلقين يعني امتى حسيت ان الامور ممكن تتصعب وامتى حسيت او تطمنت ان الامور خلاص ماشى بالشكل السليم وفيه كذا موقف حصل لازم اذكرهم دلوقتي اه الدوروب اللي حصل اللي قلت لك عليه في الدور الاولاني التلات ماشيات اللي حصل فيهم احنا بنعمل كل حاجة في الكرة. بس الكرة ما بتدخلش وبتيجي فيك حاجات كده يعني فيه ماتش فيهم ماتش يا شبان انا عندنا تحسب ضرب الجزاء من بره. من بره الثمانتاشر. في الديئة تسعين. كانت صفر صفر. ربنا اراضي احنا في الديئة تسعين تعديننا. ماتش زي كده فأنا جيت برفع الحرك برضو على الناس. الدنيا زي ما يعني الجمهور مش راضي والناس. احنا حاسين نفسنا ان احنا مفيش توفيق شوية. كان انت عامل كل حاجة انت عاملة. في اداء وكل حاجة في الملعب انت عامل. بس حاس ان مفيش توفيق معاك. فبترفع الحرك يا جماعة احنا ممكن يعني نتحرك دلوقتي. كان الرد اه في المكتب مع كابتن محمد حسر وكابتن حسام على التليفون. قاعدة كانت احنا جايين نقول حاجة سلبية تقلبت حاجة ايجابية. لا يا جماعة انتم مش هتمشوا. انتم موجودين. واحنا مش هنصعد غير بيكم. واحنا في ظهروكم. نشوف احنا احتياجاتنا ايه. ونعملها. وكان فعلا جلسة فرقة معنا. اه بيقوله زي ما بيقوله كده مية وتمينين درج. اه. خرجنا من القصة دي. بعد القعدة دي. حصل التحول لنا وقلت لك عليه تلاتاشر ماتش. اه. من خمستاشر ماتش. ما انت برضو بتشتغل وانت مش حايس ان في حد ايه بصص لك في كل نقطة وكل مباراة. خاص. المدارب اللي بيشتغل كده. هيبقى يعني تو الوقت عمال يفكر في كل حاجة حواليه. انت عايز شتغل فني بس. بس. فانت معاك ادارة قالت لك اكسب تخسر شوف انت اي مشكلتك ونح فعلا ناس محترفة بتتعامل مع اثنين بس في النادي. هما اللي في دارك. هما بس كل كلامهم انت محتاج ايه. طول الموسم انت محتاج ايه. لكن فنيا ونتايج والحاجات دي. لا هما الناس عندهم ثقة كبيرة جدا فينا. صح. والحمد لله ده اللي كان ضغطنا شوية. والحمد لله احنا كنا على قد بالثقة. الحمد لله.